أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي وذلك خلال كلمته في افتتاح فعليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر تعتبر المنصة منصة تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ أعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية وستكون هذه المنصة بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة بالإضافة إلى توفير دراسات الجدول الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين مزارة البيئة والمستثمرين وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات ترجمة نانسي قنقر